اهلا بكم عزيزي المتابعين معاكم الدكتور تامر والنهاردة هنتكلم على الاف الاتريال فيبريليشن او بالعربي بيقولوا عليه الرجفان الازيني او الرفرفة الازينية اشهر رفرفة في القلب هتشوفها في حياتك هي الاف او الاتريال فيبريليشن الاتريال فيبريليشن او الاف دي معناها ان ضربات القلب بدل ما كانت ماشية كويسة ومنتظمة وبنت حلال كده تبدأ تلاقيها مش منتظمة لما تعمل للعيان بتاعك رسم قلب هتلاقي ان مفيش بي ويف مفيش بي هات وان الكيو ار اس كومبيليكس بتيجي غير منتظمة بنسميها الريجولار الريجولاريتي وبتبقى ديقة في معظم الاحوال الكيو ار اس كومبيليكس غالبا بتبقى ديقة احيانا تبقى واسعة في حالات معينة لو معاها باندل برانش بلوك او معاها وولف باركنسون وايت سندروم اللي هو اكسيسوري باثوي خليها على جنب دلوقتي لكن اعرف ان الكيو ار اس كومبيليكس ديقة غالبا سريعة غير منتظمة مفيش بي ويف كده الحالة اي اف الاي اف او الراجفان الازيني ده انواع في حاجة اسمها باركسيزما ال اي اف معناها ان العيان بيجيله اتاكس بيجيله هجمات من ال اي اف دربات قلبه تزيد وتبقى غير منتظمة وهكذا اللي احنا قلنا عليه ولكن تنتهي بسرعة غالبا بيبقى اقل من 24 ساعة لكن الباركسيزما ال اي اف تعريفه ان هي هجمة بتيجي وبتروح في اقل من اسبوع النوع التاني اللي هو ال persistent اي اف معناه ان واحد جاله اي اف واستمر اكتر من اسبوع النوع التالت والرابع اللي هو long standing والpermanent اي اف وده معناهم واحد عنده اي اف واستمر اكتر من سنة وفي نوع لوحده كده بيقوله عليه لون اي اف ده بيقصدوا بيه ان عيان عنده اي اف بدون اي مشاكل اخرى قد تكون هي السبب في اي اف ده يعني عيان ما عندهش مشكلة في صممات القلب ولا حجم القلب ولا مشكلة تانية يعني ساعة يقوله على العيان ده ان هو لون اي اف ايه هي اسباب الاي اف او نقدر نقول العوامل اللي بتساعد في وجود الاي اف لو واحد عنده قصور في شرايين القلب coronary art disease اللي بتعمل اتريالسكيميا الاوزين مش وصل له دم كويس واحد عنده مشكلة في الصمامات خصوصا المايترال والترايكاسبت فالف واحد عنده left ventricular dysfunction يعني العضلة القلب مش بتقوم بوظيفتها بشكل كويس واحد عنده hypertension ارتفاع ضغط الدم او حتى pulmonary hypertension اللي هو ارتفاع ضغط الدم في شرايين بتاعة الرئة لو واحد عنده التهاب في عضلة القلب myocarditis او pericarditis او عنده جلطة في القلب MI او عنده فشل في وظائف القلب heart failure لو عيان عنده مشاكل في الرئة حتى زي النومونيا مثلا التهاب رئوي او lung cancer ورم في الرئة ممكن يعمل af لو عيان بيشرب كحليات او بياخد كوكاين مثلا عيان عنده سكر عيان عنده نشاط في الغدة الدرقية عيان عنده حاجة سمع فيه chromocytoma الحاجات دي ممكن تعمل af عيان عنده stroke او subaracneud hemorrhage جلطة في المخ او نزيف في المخ ممكن يعمل كده advancing age العيان كل ما يكبر يبقى عرضة اكتر لل af عشان كده بنشوفه اكتر في كبار السن كمان الانيميا ممكن تعمل af لان هي اصلا بتزود ضربات القلب وممكن تبقى trigger لأي حاجة زي كده Cardiomyopathy بانواعها او تضخم عضلة القلب كمان ممكن يعمل af كل الاسباب اللي انا قلتها دي عوامل مساعدة ممكن تساعد في ظهور af ايه هي الاعراض اللي العيان هيحس بيها لو عنده af الغالبية العظمى من الناس ممكن يبقى عندها af وما تحسش بحاجة اصلا او تحس برفرفة في القلب يقولك انا حاسس بنبضات قلبي مش منتظمة لكن في بعض الحالات ممكن يحس بدوخة نهجان الم في الصدر ممكن مجهوده مبقاش زي الاول مش قادر يعمل مجهود ممكن في الحالات القشد شوية يحصل له سينكوب ان هو يفقد الوعي او ممكن يحصل توقف القلب والعيان يموت او العيان ممكن يجي له انه يحصل له stroke جلطة في المخ بسبب af وتبقى دي بداية اكتشاف ان عنده af لما تيجي تفحص العيان اللي عنده af تخلي بالك من ايه اولا ايه بي سي اي عيان طوارق لما تيجي تفحصه لازم تتأكد ان الاروي بتاعه مفتوح والنفس مفيش حاجة تعوقه البريثينج بيتنفس ولا لا ولا العيان الرست ومحتاج cbr او انعاش قلبي رئوي تشوف البلس بتاعه النبض في الاطراف وتركب له كانيولا IV line وتشوف الفيتالز بتاع العيان الضغط النبض دركة الحرارة سرعة التنفس والنبض هنا ممكن تلاقيه سريع وغير منتزم لما تيجي تفحص الهيد والنك بتاع العيان ده خلي بالك ممكن يكون العيان عنده exothalmos يعني عينيه برزة البرة بس دي نادرة شوية ده لو واحد عنده نشاط في الغدة وما اكتشفوش بقاله سنين ممكن تشوف عليه الexothalmos ممكن تلاقي thyroid enlargement ممكن تلاقي الغدة كبيرة في رأبته ممكن تلاقي increased jugular venus pressure الاوردة بتاع الرأبة تبقى congested لما تيجي تفحص الشيست بتاع العيان خلي بالك من علامات heart failure يعني اما تيجي تسمع صدره يبقى فيه rails او pleural effusion او اي علامات تانية تقول ان فيه مثلا pneumonia التهاب رأوي او COPD او bronchial asthma الcardiac examination لازم تخلي بالك منه العيان لو عنده pulmonary hypertension ممكن تلاقي increased P2 pulmonary component second heart sound كمان ممكن تسمع ميرمر لو فيه مشكلة في سمامات القلب وخلافه لما تيجي تفحص الابدومن بطن العيان ده خلي بالك من الهبات وميجالي يكون حجم الكبد متضخم يكون tenderness لو العيان عنده congestive heart failure مثلا ففيه congestion في ال liver او العيان نفسه يكون عنده liver disease لما تيجي تفحص الاطراف خصوصا lower extremities الصوف لا يعني بتاعه العيان خلي بالك من السيانوس الخلوبينج الاديمة والبريفرال بالسيشنز شوف الدرساليس بيدز على الناحيتين لو فيه lower limbic edema ده ممكن يكون علامة ل liver disease عنده مشكلة مثلا في الكبد او عنده مشكلة في القلب زي heart failure مثلا كمان ما تنساش تفحص CNS وتدور لو العيان كان عنده stroke edema مثلا عنده paralysis او لو العيان عنده TIA transient ischemic attack او لما تيجي تشوف ال reflexes بتاعته تيجي تعمله reflexes تلاقيها increased ممكن يكون ده علامة للhyperthyroidism او نشاط الغدة الدرقية الفحصات اللي تطلبها العيان جايلك بAF اولا ECG رسم قلب عشان تشخصه في البداية هتلاقي زي ما قلتلك ان QRS complex بيئة في معظم الاحوال زي ما قلتلك غير منتظمة مفيش قبلها بيهات مفيش P wave تقدر تشوفها وتحددها ممكن تلاقي حاجة اسمها فبرولاتري ويفز رعشة بسيطة كده لكن مش organized P كده تقدر تشوفها وتحكم عليها فرسم القلب هو اللي هيشخصلك ان دي حالة AF طيب لو العيان كان عنده باركسيزم ال AF يعني ال AF ده بيروح وييجي فممكن ما تعرفش تشوفه في رسم القلب في الوقت اللي انت عملته فيه في الحالة دي ممكن تحتاج تعمل للعيان حاجة اسمها holter monitoring او holter ECG ان انت تسجله رسم القلب على مدار 24 ساعة وفيه ساعات مدد اكتر من كده ممكن توصل لأسبوع عشان تقدر تلقط ال AF ده وتشوفه كمان فيه تست اسمه exercise stress test ده ممكن تعمله لو عايز تشوف ان المجهود هو اللي بيغير حاجة في العيان وفي رسم القلب وبيعمل AF او بيعمل اسكيميا وخلافه ممكن تحتاج تعمله لو انت شاكك ان العيان عنده جلطة في القلب فاعمله تروبينين وسي كي امبين لو شاكك ان العيان عنده هارت فيليار اعمله بي ام بي كارديا كاستريزيشن ممكن تحتاجها اللي هي اسطرة القلب لكن غالبا طبيب القلب هو اللي بيحتاجها لما يحكم على العيان وقيم حالته ممكن يطلب منه اسطرة للقلب بعد كده ممكن تعمل للعيان شست اكس راي اشياء عادية على الصدر عشان تشوف هل في علامات للكونجستف هارت فيليار مثلا هل في دليل على النومونيا هل في دليل على سي او بي دي وهكذا ممكن تعمل وظائف الغدة الدرقية اي نعم هو السبب نادر ان الغدة الدرقية هو اللي يعمل AF لكن ما ينفعش يعدي منك صور الدم كاملة لو انت شاكك في انيميا بيو ان كرياتين وإلكترولايتس عشان تشوف وظائف الكلا صوديوم وبوتاسيوم وكالسيوم تعمل دي دايمر لو انت شاكك في حالة بلموناري امبوليزم او جلطات في الشرايين الرئوية تعمل دايجوكسن ليفل لو العيان بياخد ديجيتاليس او دايجوكسن يعني وانت خايف ان دي تكون ديجيتاليس تكسيستي ممكن العيان ده يحتاج موجات صوتية على القلب ترانس تراسك ايكو اللي هو بيتعامل من فوق من على الصدر ده بيبين لك الصمامات وبيبين لك لو فيه جلطة في البوتين وبيبين لك لو فيه بلموناري هايبرتنشن تقريبا بيديك معلومات مفيدة جدا في كل حاجة عن القلب ما عدا لو انت شاكك ان فيه جلطة في الليفت ايتريام في الحالة دي بتحتاج تعمل العيان ترانس اسفوجيال ايكو العيان ممكن يحتاج سي تي او ام ار اي بس دي في الحالات المتقدمة مع طبيب القلب هو اللي بيطلبها لو هيعمل مثلا تدخل جراحي او حاجة زي كده كمان الالكترو فيسيولوجي ستادي اللي هي دراسة الكهرباء بتاعت القلب برضو اللي هيطلبها هيكون دكتور القلب لو شاكك مثلا ان فيه بقرة معينة هي السبب في ال اي اف علاج ال اي اف عيان جالك ب اي اف فاول حاجة زي اي عيان طوارئ في الدنيا اي بي سي ال ايروي بتاعه مفتوح ولا لا الراجل بالع لسانه لو بالع لسانه هتعمله هتعمله ممكن تركب له ايروي ده لو الحالة جديدة يعني والراجل كوماتوز ده ولا حاجة ممكن يحتاج انتيوبيشن في بعض الاحوال لكن لو هو ستيبل مش هتحتاج ده كله بس تأكد ان ال ايروي بتاعه مفتوح البريثينج تشوفه بيتنفس ولا لا لانه برضو لو مش بيتنفس برضو دي حالة الرست هتتعامل معاه بمنطق تاني خالص اللي هو سي بي ار تبقى جاهز دايما سيركيوليشن شوف الراجل ان النبض بتاعه موجود ولا لا لانه لو ما فيش نبض فدي حالة الرست برضو وده كلام تاني خالص شوف الضغط بتاع العيان بتاعك شوف درجة الحرارة سرعة التنفس طبعا النبض في الحالة دي زي ما قلنا هتلاقيه سريع وغير منتظم تركب له ال اي في لاين الكانيولا وتعمله رسم قلب اللي هيقولك ان دي حالة اي اف بعد كده بتحكم على العيان بتاعك هو هيمو دايناماكلي ستيبل ولا انستابل العيان بتاعك مستقر ولا غير مستقر لانه لو غير مستقر انت هتتعامل معاه فورا وهتدي له دي سي شوك صدمة كهربائية فورا بدون انتظار لدكتور القلب طيب تعرف منين ان هو انستابل انستابل معناها هاي بوتينشن الضغط اقل لمن تسعين السيستوليك عنده انجينال بين قلم في الصدر شديد زبحة صدرية لو عنده علامات العيان القلب بتاعه مش قادل يضخ الدم للجسم ففي دوخة وتعب وممكن جسمه بدأ يورم لو العيان عنده الترديمينتل ستيتاس يعني العيان الوعي بتاعه بدأ ما يبقاش مظبوط او بدأ يبقى في غيبوبة الحالات دي بنقول عليها ان العيان انستابل في الحالة دي العيان لازم تديله دي سي شوك فورا بس هو طبعا لو فايق لازم تعمله سيديشن الاول دكتور التخدير يعمله سيديشن وتديله دي سي شوك فورا لو الجهاز بتاعك دي سي شوك احادي فانت بتديله 200 جول لو سنائي فانت بتديله 100 جول يعني تظبط الجهاز بتاعك عالمية لو هو سنائي وغالبا كله دلوقتي سنائي وتدي للعيان الصدمة الكهربائية وممكن نكررها لو العيان مستجبش ورجع سينس يعني لو رسم القلب في الحالة دي لسه زي ما هو اي اف ممكن نكرر دي سي شوك وفي كل مرة بنكررها بنضاعف الجرعة وبندغط على زر سينكرونايزد سينكرونايزد في جهاز دي سي شوك معناها ان الصدمة توصل للعيان بعد الار مباشرة لو احتاجنا ان احنا ندي للعيان اكتر من مرة صدمة كهربائية ممكن نديله ادينوسي وفي فيديو عن ال اي سي ال اس وعن جهاز الصدمات الكهربائية ازاي نستخدمه برضو هاسيب لك اللينك بتاعه تحت طيب لو العيان جاي لك وعنده اي اف بس ستيبل ما فيهوش الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي في الحالة دي انت ممكن تحوله لدكتور القلب وهو يتعامل معاه لو انت دكتور طوارئ فاللي يهمك بس الحالة اللي هي انستيبل لو عايز تعرف اكتر دكتور القلب هيتعامل معاه ازاي بعد كده هقولك علاج العيان اللي عنده اي اف بيكون اتجاهين اتنين يا اما نعمله ريت كنترول مع انتي كواجيوليشن ازا لازم الامر يعني نديله ادوية تهدي واتبطق ضربات القلب مع ادوية مضادة للتجلط ازا كانت حالته تستدعي هذا او الاختيار التاني ان احنا نعمله كارديوفيرشا يعني نحاول نرجع القلب بتاعه تاني بعد ما كان اي اف انه يرجع سينس ريزم معظم الحالات بيتعاملوا معاها بالطريقة الاولى اللي هي ريت كنترول مع انتي كواجيوليشن ليه بقى لان معظم المرضى اللي عندهم اي اف بيكون معاهم عوامل كتير تانية هي السبب اللي دخلته في ال اي اف فانت لو رجعته سينس هيرجع تاني بعد فترة يدخل تاني اي اف عشان كده معظم معظم المرضى بيشتغلوا بالطريقة الاولى اللي هي ريت كنترول مع انتيكو اجليشن اما الكارديو فيرشن ده بيبقى سيليكتد كيسيس حالات معينة بس طبيب القلب اللي بيحددها وغالبا بيكون عيان صغير في السن ما معهوش استراكتشرال هارد ديزيز معهوش مشاكل تانية في وظائف القلب ولا شكل القلب ولا تكوين القلب ولا حاجات تانية هي السبب فالعيان ده هو اللي بيختروه وممكن يعملوله كارديو فيرشن الكارديو فيرشن ممكن يكون الكتريكال يعني بالصدمة الكهربائية او ممكن يكون عن طريق الادوية فرماكولوجيكال لكن العيان اللي بيختروه عشان يعملوله كارديو فيرشن ده لازم يدوله انتيكو اجولانت مضادات للتجلط 3 اسابيع قبل الكارديو فيرشن و 4 اسابيع بعد الكارديو فيرشن عشان نتجنب الثرومبو امبوليزم اللي ممكن يحصل بسبب الكارديو فيرشن وكمان بيعملولو ترانس إسوفجيل إيكو عشان يتأكدوا ان مفيش ثرومبوس في الليفت إتريم أما معظم الحالات في زي ما قلنا بيعتمدوا أكتر على الريت كنترول مع الأنتيكو أجيليشن أدوية تهدي ضربات القلب زي إيه؟ زي مثلا أشهرهم البيتا بلوكرز والكالسيومتشينال بلوكرز وأحيانا يدوا الديجوكسين وأحيانا قليلة الأميو درون البيتا بلوكرز زي مثلا البروبرونالول وده نون سيلكتف بيتا بلوكرز يعني تخلي بالك لو العيان عنده برونكيا الأزمة وصدره بيقفل ممكن ده يزود الموضوع شوية وفي الحالة دي بيدوه من 10 ل 30 ميلي جرام كل 8 ساعات كمان من البيتا بلوكرز الميتوبرولول وده سيلكتف بيتا بلوكرز يعني أقل في نقطة البرونكوسبازم وممكن نديه في الحالات الخطر شوية IV بالجرعات دي أما لو هنديه في الحالات العادية أورال فبيتاخد من 25 ل 100 ميلي جرام كل 12 ساعة كمان الاتينولول ده سيلكتف برضو بيتا بلوكر ممكن نديه بجرعة 50 ميلي جرام في اليوم وزود بعد كده على حسب الاستجابة أما الكالسيام تشينال بلوكرز زي الدلتيازم والفيروباميل الدلتيازم بيتاخد IV في الحالات الخطر شوية بالجرعات دي أو ممكن نديه انفيوجن بجرعة 10 ميلي جرام في الساعة أما الفيروباميل فممكن نديه في الحالات الخطر IV بالجرعات دي أول دي في الحالات العادية أورال والجرعة في الحالة دي بتكون من 240 ل 480 في اليوم مقصمة على ثلاث جرعات من النوع اللي هو الانميديت ريليز اللي هو سريع المفعول يعني الكالسيام تشينال بلوكرز اللي هم نان داي هايدرو بيرودين هم دول اللي بيشتغلوا ريت ليميتنج يعني مش الأم لودوبين ولا الحاجات التانية لا هم الدلتيازم والفيروباميل اللي بيستخدمهم في الحالة دي في بعض الأحوال لو البيتا بلوكر ما جابش نتيجة لوحده ممكن أزود معاه كالسيام تشينال بلوكر أعمل كومبينيشن بالنسبة للديجوكسن فهو ده نادرا ما يستخدم لوحده غالبا بيستخدم مع حاجات تانية ما ينفعش مع العيان الاكتف ممكن مع العيان اللي هو ان اكتف اللي هو دايما نقاعد ما بيعملش مجهود ليه مشاكل كتير لازم تتابع وظائف الكلا باستمرار معاه ولازم تتابع مستوى البوتاسيوم والماغنيسيوم معاه باستمرار ممكن تبدأ للعيان بربع لنص ميلي جرام يوميا وممكن تزود بعد اسبوعين إذا لازم الأمر أما الأميودرون فاستخدامه بيكون مقتصر على الحالات اللي ما استجبتش للكالسيام تشينال بلوكرز ولا البيتا بلوكرز أو العيان مش هيقدر ياخدهم للاسباب تانية ونخلي بالنا من نقطة الأنتي كواجيوليشن لازم العيان يكون بياخد مضاد للجلطات لو هتدي الأميودرون لأن الأميودرون ده ممكن يعمل كارديو فيرشن ممكن يرجع العيان سينس تاني وده بيبقى خطر لو العيان مش واخد أنتي كواجيوليشن في ملحوظة هامة لازم تاخد بالك منها إحنا قلنا أن الـ AF بيبقى الـ QRS complex في الغالب ديقة أما لو العيان عنده Wolf Parkinson White Syndrome أو عنده Accessory Pathway يعني عنده مسار تاني لكهربة القلب بتمشي فيها غير الـ AV Nude المسار الطبيعي بيعدي على الـ AV Nude لو العيان ده بقى عنده Accessory Pathway مسار تاني غير الـ AV Nude فالـ QRS complex هتبقى واسعة ولازم نخلي بالنا من العيان ده ما ينفعش نديله حاجة بتعمل AV Block زي الـ Beta Blockers والـ Calcium Channel Blockers اللي احنا قلنا عليهم والـ Digoxin والـ IV Amiodarone الحاجات دي كلها ممنوعة في العيان ده العيان ده بياخد IV Prokinamide أو بياخد فليسانايد أو ممكن اديله Oral Amiodarone لكن غالبا أنت العيان ده هتحوله الدكتور القلب هو هتصرف معاه في الغالب يعني لهو Stable أما لهو Unstable فكده كده هياخد DC Shock كده يبقى احنا قلنا الأدوية اللي بتعمل Rate Control ايه هي الأدوية اللي بتهدي ضربات القلب طيب العيان هيحتاج Anti-Coagulation ولا لا هيحتاج مضادات للتجلط ولا لا ده بنحكم عليه بـ Score Score اسمه Chad's Fast Score والاسم بتاعه هو اختصار للـ Items بتاعته يعني بتشوف العيان بتاعك جاب كام من الـ Score ده لو جاب 0 ما بتدهوش Anti-Coagulation لو جاب 1 فيه رأيين تدي او ما تديش لو جاب 2 او اكتر لازم تديله Anti-Coagulation الـ Score ده بقى C-Congestive Heart Failure لو العيان عنده اديله نقطة الـ H اللي هي Hyper Tension لو عنده ضغط اديله نقطة الـ A اللي هو الـ Edge واحنا عندنا هنا اتنين ايتمز للـ Edge الـ Edge بتاع العيان لو 75 او اكتر ياخد نقطتين الـ D اللي هو الـ Diabetes العيان لو عنده سكر ياخد نقطة الـ S اللي هي Briar Stroke كان عنده جلطة قبل كده او TIA او Other Thrombo-Amblysm في الحالة دي ياخد نقطتين الـ V اللي هو Vascular Disease العيان مثلا عنده قصور في شرين القلب Coronary Artery Disease او عنده peripheral Arterial Disease يعني عنده مشكلة في رجليه الدم ما بيوصلش مثلا كويس لرجليه او عنده Aortic Pleic اي حاجة من دي ياخد نقطة الـ A اللي هو الـ Edge اللي تاني مرة لو من 65 الـ 74 اديوه نقطة واحدة لانه لو كان 75 او اكتر هياخد نقطتين الـ S اللي هو الـ Six Category يعني هي لو واحدة ست اديها نقطة فانت بتجمع النقطة بتاع العيان وتشوفه Zero ما ياخدش Anti-Coagulant واحد مختلف عليه اتنين او اكتر لازم ياخد Anti-Coagulant عيان انت عملت له الـ Score وعرفت خلاص انه هياخد Anti-Coagulation قدامك اختيار من اتنين يا اما تدي له Warfarin اللي هو الماريفان ده الـ Traditional ده الحاجة اللي الناس تماشي عليها بقالها فترات كبيرة يا اما الـ Direct Thrombin Inhibitors الادوية الجديدة بتاعت Anti-Coagulation زي الـ W-Gatran والروفروكسبان والإدوكسبان وغيرها خلينا نتكلم الاول على الـ Warfarin اللي هو الماريفان المشهور طبعا تبدأ معاه بجرعة قليلة شوية وتبدأ تزود لحد ما توصل ان الـ INR بتاع العيان يكون من اتنين لتلاتة اما لو العيان عنده mechanical valve مركب صمام صناعي او عنده valvular heart disease مشكلة في الصمامات او جاله stroke قبل كده جاله جلطات قبل كده لا العيان ده خليه من اتنين ونص لتلاتة ونص الـ INR بتاعه طيب عيان كبير في السن وبيقع كتير وانت خايف شوية من النزيف خلاص خلي الـ INR بتاعه من واحد وثمانية من عشرة لاتنين لو العيان حصل له نزيف شديد او انت عايز توقف مفعول الـ Warfarin في الحالة دي بتدي العيان fresh frozen plasma لكنها بطيئة الى حد ما ممكن تقعد من 6 ل 12 ساعة عشان توقف تأثير الـ Warfarin عشان كده لو الحالة اشده خطورة ممكن تديله Bruthrombine Complex Concentrate وده بياخد من 15 ل 20 ديئة لو العيان بياخد Warfarin وهيدخل عمليات قريب فانت لازم توقف الـ Warfarin قبل العمليات بحوالي 5 ايام وتدي له Heparin قبل وبعد العملية لان الـ Heparin قصير المفعول وسهل شوية ان احنا نتحكم فيه مضاعفات الـ Warfarin ممنوع في الحمل خصوصا الثلاث شهور الاولى في الحمل لانه بيكون تيراتوجينك ده كده كان الـ Warfarin اما الادوية الجديدة اللي هي Direct Thrombine Inhibitors زي الـ Dabigatran والريفاروكسبان مثلا ممكن استخدمهم بدل الـ Warfarin لكن ما ينفعوش بس في حالة لو واحد مركب mechanical valve او واحد عنده moderate to severe valvular heart disease وكمان ما ينفعش مع severe renal failure على سبيل المثال الـ الريفاروكسبان اللي هو زريلتو ممكن استخدمه لو العيان وظيف الكلاب تحته تمام اديله 20 ميلي جرام في اليوم اما لو في ضعف في وظيف الكلاب بسيط ممكن العيان ده اديله 15 ميلي جرام يوميا من مميزات المجموعة الجديدة ان تأثيرها قوي وسريع ما بنحتاجش نتابع تأثيرهم بالـ INR زي الـ Warfarin او الماريفان كمان في الغالبة بحتاجش ليهم Antidutes حاجة توقف تأثيرهم لان اصلا هو تأثيرهم مدته قصيرة لكن الـ Antidutes عليها دراسات دلوقتي عشان لو احتاجناها في الطوارئ الشديدة لو عيان بياخد نوع من الادوية دي وهيدخل عمليات فانا ممكن اوقف بس الادوية دي قبل العمليات بيوم وابدأ بعض العمليات بيوم لان زي ما قلت مفعولهم قصير لكن من عيوبهم ان مفعولهم قصير برضو ازاي؟ لو عيان بياخدهم وبطل يوم نسي جرعة واحدة حتى فده بيأثر كتير على مفعولهم ماينفعش العيان يسيبهم يوم كمان السفت بتاعتهم قليلة مع مرضى الفشل الكلوي زي ما قلنا وبكده يبقى تكلمنا عن الخطوط العريضة في علاج العيان اللي عنده رجفان او اي اف العيان لو جالك الاستقبال وكان انستابل العيان ده هتدي له دي سي شوك لحد ما يرجع سينس العيان استابل فغالبا ده هيتبعت لدكتور القلب اللي هيمشيه في اتجاه من اتجاهين يا اما حاجة تهدي ضربات القلب تعمل ريت كنترول مع انتيكواجيوليشن اذا لازم الامر او سيليكتد كيسز ممكن يحاول يعمل لها كارديو فيرشن ان هو يرجعها سينس مرة تانية لكن ده مش كتير في حاجة كمان خاصة باطباء القلب اكتر اللي هي سيرجيكال او كاثيتر ابليشن لو في بقرة معينة هي اللي مسببة ال اي اف غالبا بتبقى في العيان اللي عنده باركسيزما ال اي اف الهجمات بتيجي وتروح ممكن يكون عنده بقرة في البلمونة ريفينز مثلا ممكن نعمل لها ابليشن او نشيلها او نوقف عملها يعني سواء سيرجيكال او كاثيتر اما العيان اللي عنده برسيستانت اي اف فده غالبا عنده بقر كتير وبيبقى الموضوع ده صعب معاهم كمان في حاجة اسمها اتريال كومبارتمنتايزيشن برضو دي خاصة اكتر باطباء القلب وفي حاجة ممكن يعملوها كمان ان هما يوقفوا عمل ال اي في نوت تماما ويركبوا للعيان ده بيس ميجر لكن الحاجات دي ادفانست وتخص اطباء القلب بشكل كبير اتمنى اكون قدرت اوصل لكم معلومة مفيدة عن ال اي اف وفي النهاية احب اشكركم وما تنساش اشترك في القناة وعمل لايك وشير وشكرا لحضراتكم اشتركوا في القناة